ساعات قليلة تفصل رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيش عن انتهاء مهولته الدستورية للإعلان عن كابينته الوزرية ومع هذه الساعات تتوقع الكثير من المصادر التونسية أن يقدم رئيس الوزراء المكلف تشكيلته لرئيس الجمهورية قايس سعيد خلال الساعات المقبلة صحيح أن الرجل أكد أكثر من مرة ذهابه نحو خيار تشكيل حكومة كفاءات ودمج وزارات عديدة فإلى أن هذه التوليفة ربما ستغرق في الاستقطابات السياسية الحادة واستغموض كبير في مواقف معظم الكتر البرلمانية الوازنة تجاه منح الثقة من عدمها في المحاصلة يبقى مسير حكومة المشيشي مرهونا بقدرته على إحراز حزام برلمي ينجيها من امتحان الثقة ومع هذه التطورات يبقى خيار الانتخابات البرلمانية المبكرة مطروحا أيضا على الطاولة وهو ما يرى فيه مراقبون مخرجا للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ أشهر سلطان القيسي استعرض لنا الآن المشهد السياسي التولسي عشية إعلان الحكومة الجديدة إذن سلطة عن سعاد ويذهب الرئيس الحكومة المكلف إلى القصر إلى رئيس الجمهورية قيسي سعيد يعرض أمامه تشكيلة حكومته الجديدة لا يعرض بعد شكل هذه الحكومة أجندة هذه الحكومة هل هي حكومة حزبية هل هي حكومة مختلطة ضمن كفاءات وأقطاب سياسية هل هي الحكومة غير حزبية إطلاقا حكومة كفاءات وما ستكون عليه مواقف الكتل البرلمانية ستمررها وتمنحها الثقة أم ستسقطها وتذهب البلاد إلى انتخابات نيابية مبكرة نعم طارق في الحقيقة كان الرئيس التونسي قيسي سعيد أبدأ سابقا مخاوف من الثغرات في النظام الانتخابي وفي النظام الجمهوري ككل ودعا أيضا حينها إلى الذهاب إلى نظام رئاسي في تونس لتجاوز المشكلات التي قد تصدر عن تعادل الكتل البرلمانية وهذا هو السبب في المشكلة التي واجهها المشيشي اليوم مع الكتل البرلمانية التي تقترب من اتهامه بالانفراد بالقرار والمركزية أبرز مواقف هذه الكتل سنتابعها معا يبدو أن تونس باتت على بعد خطوة أو اثنتين من تكهنات الرئيس قيسي سعيد وهو يبدي مخاوفه من الوقوع في فخاخ النظام الجمهوري خشية أن يتفرق دم القرارات بين القبائل فاختلاف كتل البرلمان أمر صحي إلا أنه يصبح معجزا حين تتقارب الكتل بالعدد والتأثير وقد استند سعيد على سطر في الدستور ليوكل تشكيل الحكومة لهشام المشيشي دون الأخذ بترشيحات الكتل هشام المشيشي القادم من دائرة الرئيس الضيقة لم يكن على قياس توقعات الكتل الكبرى في البرلمان وإن كان ثمت مسوغ دستوري لتكليفه فثمت في المقابل ترقب حاذر لأدائه المهلة الدستورية التي يتمتع بها الرجل تنتهي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري والتصورات تشير إلى أنه سيذهب إلى حكومة كفاءات أو تكنقراط مصغرة لتنوأ بالأعباء الاقتصادية والصحية في البلاد ما يلقى تلكؤا في أروقة البرلمان التونسي ويجعل مصير الحكومة غامضا الكتل الكبرى في البرلمان عبرت بشكل استباقي عن مواقفها ولعل أبرزها موقف حركة النهضة التي تشغل 54 مقعدا في البرلمان من أصل 217 راشد الغنوشي رئيس الحركة عبر عن رفضه لحكومة كفاءات مستقلة مشيرا إلى أن الموقف النهائي لحزبه سيقرره مجلس الشورى خلال الساعة القادمة الغنوشي شدد على أن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة مجانب للديمقراطية ووصفه بالعبث بالاستحقاق الانتخابي ونتائجه وتوافق في مفترق مع الرئيس عبر دعوته إلى ضرورة تغيير القانون الانتخابي وذلك لأنه يفشل في إفراز أغلبية قادرة على الحكم كما يرى أما حزب قلب تونس متدرعا بمقاعده السبعة والعشرين في البرلمان انتقد الناطق باسمه محمد الصادق جبنون تأخر المشيش في مشاورات تشكيل الحكومة وتهميش الأحزاب دون مراعاة الظرف الاقتصادي والصحي لاستثنائي للبلاد ما يتطلب توافقا وطنيا وإجماعا بين مختلف الأطراف السياسية وأعلن أيضا أن موقف حزبه من حكومة المشيش سيحدده إعلان التشكيلة النهائية وبرنامج عمل الحكومة داعيا إلى التوازن بين السلطات خصوصا وأن المشهد الحكومي يغرق في الغموض والارتباك وهنا إشارة أخرى إلى تبرم الأحزاب من سلوك المشيش أيضا التبرم البرلماني يؤكده أيضا موقف ائتلاف الكرامة ثالث الكتر البرلمانية الكبرى القياد في الائتلاف عبداللطيف العلوي عبر عن خشيته من محاولات رئيس الجمهورية السيطرة على مفاصل الدولة وذلك من خلال تعيين شخصيات قريبة منه في مواقع حساسة وأبدى تريثا حيال الثقة التي أرجعها الائتلاف إلى حين الاطلاع على القائمة الرسمية لأعضاء الحكومة والمسار السياسي أيضا وفي الأثناء يرجح خبراء سيناريو من اثنين إما التصويت بحكم الضرورة ثم سحب الثقة من الحكومة لاحقا أو الذهاب أو إسقاط الحكومة والذهاب لحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة وهو أمر ما زال مستبعدا خصوصا تحت وطأة العبء الاقتصادي إذن طارق يمكن القول أن المشهد التونسي ما زال يلفه الغموض على المستوى السياسي هناك تنازع بين الكتل نفسها وبين أيضا الكتل ورئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي الذي يباركه الرئيس التونسي دائما ويدعم مواقفه من النظر البعض ما هو الشكل الذي ستكون عليه هذه الحكومة وموقف الأحزاب السياسية من العرض الذي تابعناه الآن الكل في حالة تريث رغم أن البعض والأبرزين والنهضة الكرامة وكذلك قلب تونس كما ذكرت في تقريرك سلطان يبدون اعتراضا لأن ذلك يشكل من وجهة نظرهم تعديا على الدمقراطية في بلد يعمل بنظام برلماني أشكرك سلطان القيسي على كل هذه المعلومات والإيضاحات أتوجه مباشرة إلى تونس مرحبا برئيسة تحرير صحيفة الشروق التونسية الأستاذة فاطمة كراي كذلك من تونس أرحب بالكاتب والمحلل السياسي بالحسن اليحياوي أهلا بكم أستاذ فاطمة المهلة قضي غدا برأيك ما هو الشكل الذي تتوقعينه لحكومة هشام المشيشي من حيث الشكل سوف تكون هذه الحكومة كما هو معلن وهي جاهزة الآن وموجودة أظن على مكتب الرئيس لأن رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي تقابل اليوم لمدة ساعة من الزمن مع رئيس الجمهورية أعتقد أن ملامح الحكومة كما قالها سيد المشيشي منذ عشرة أيام ستكون حكومة كفاءات وطنية يعني نحن عندنا في تونس الإدارة الإدارة التونسية هي الرافعة تقريبا لدولة تونس وللجمهورية أيضا منذ الاستقلال 56 إذن ستكون كفاءات بحثية علمية مختصة ولا حزبية ليست لها انتماءات حزبية وكذلك لن تكون أيضا لن يكون عنصر فيها حسب ما علمنا لن يكون هناك وزير واحد من قطاع الأعمال والمال مثل ما كان في الحكومات السابقة هذه ناحية ناحية ثانية هناك نعم التقرير فيه الكثير الأستاذ القيسي عندما قدمه كثير من الملامح الصحيحة خاصة فيما يخص مواقف الأحزاب والأحزاب الكبرى أو غير الكبرى لا يهم لأن المطلوب في تونس لتمرير حكومة أو تمرير قانون 109 يعني 50% زائد واحد إذن ليس هناك حزب واحد موجود يستطيع أن يصل إلى هذا العدد ولكن أيضا ليس هناك حزبين مثل ما وقع بين فترة 2014 و2019 إذن هناك مشاكل عديدة صحيح ضبابية كما قلتم ولكن أريد أن أنوه أن ليس هناك خروج عن سطر واحد للدستور والدستور سيدي مشكلته ومعضلته أن الفترة النيابية السابقة لم تلتزم بمقتضيات الدستور من حيث تأسيس أو بعث المحكمة الدستورية التي تراقب القوانين ومدى دستوريتها إذن أصبح الآن الكرة في ملعب رئيس الجمهورية هو الذي يحمي الدستور وكذلك هو الذي يفسر الدستور إذن المعضل الآن كما يقال في تونس كما وقع لطارق بن زياد وقواته وكأنه رئيس الجمهورية يقول لهم الانتخابات المبكرة أمامكم ونعرف نحن انطلاقا من استقراء لبعض الأحزاب لا تستطيع كل الأحزاب لا تستطيع الآن وثم أن الانتخابات لا تستطيع تونس أن تقوم بها بنفسها لأن هناك أقليم وهناك تجاذبات وهناك وضع اقتصادي ويقول لهم أن الشعب وراءكم لأنه الشعب لم ينل إلى حد الآن أي من استحقاقات الانتخابية أو كذلك الدستورية إلى آخير إذن وفق هذه المشاكل أعتقد أن شيء ثالث أن الرئيس يبدو أن هو الذي قرر مع رئيس الحكومة المكلف أن يعلن غدا في آخر يوم يعني في آخر ساعات حتى لا تكون أمام الأحزاب ربما هامش للمناورة أو للتجالس إلى آخره أستاذ بالحسن اليحيوي الموقف الذي سيكون لحركة النهضة تابعناه قبل قليل لأنها تريد حكومة ربما جامعة حكومة وحدة وطنية حكومة ربما كفاءات مع أقطاب سياسية اليوم كما استعانت السيدة فاطمة بموقف طارق بن زياد لن يكون أمامه هو القبول بهذه الحكومة والعمل على إنجاحها نعم لنكن واضحين حركة النهضة أخذت فرصتها لتشكيل الحكومة يعني ويكون رئيس الحكومة من حركة النهضة وعجزت عن تمرير الحكومة لأسباب عديدة الآن نحن أمام هذه الفرضية أو فرضية حكومة التكنقراط حقيقة يعني في تونس كانت لنا تجربة مع حكومة تسمى بين الظفرين حكومة التكنقراط وبعد ذلك اكتشفنا أن العديد من من كانوا داخل هذه الحكومة ينتمون إلى أحزاب بل وخاضوا الانتخابات مع مجموعة من الأحزاب إذن التكنقراط أقرب إلى الخرافة أو هو أقرب إلى الأسطورة ليس هناك أي شخص مهما كان منصيبه مهما كان تكوينه مستقل تماما عن تجاذبات الحزبية الآن بعودة إلى حركة النهضة حركة النهضة تزعم أنها قادرة على خوض انتخابات تشريعية مبكرة وهي بذلك تهدد أو تشرع أسلحاتها في وجه رئيس الجمهورية وفي وجه رئيس الحكومة المكلف ولكن واقعيا وحقيقيا لا يمكن لحركة النهضة ولا لغيرها من الأحزاب كما أشارت الأستاذة فاطمة أن تخوض هذه الانتخابات هذا إذا ذهبنا في التصور أو في تأويل الدستور الذي يقول أن رئيس الجمهورية سوف يحل البرلمان إذا لم تمر حكومة المشيشي رغم أن هناك قراءة مختلفة تماما الدستور يقول لرئيس الجمهورية بإمكان رئيس الجمهورية حل البرلمان إذا لم تمر حكومة الشخصية الأقدر ولكنه لا ينفي معداه وما عداه يعني ببساطة أن يقوم السيد رئيس الجمهورية بتكليف شخصية ثانية أو ثالثة إذا اعتبرنا إلياس الفخفاخ بتكوين حكومة وعرضها مجددا على البرلمان يعني الصورة الآن رئيس الجمهورية هو الذي يدير الأمر في يديه وحتى السيد رئيس الحكومة المكلف هو برتبة وزير أول وليس برتبة رئيس حكومة يعني ألا أفهم من هذا القول سيد بل حسن أن هذه الحكومة التي تتصدها ربما غدا إلى العلن وسيتتعرف عليها الكتل السياسية والجمهور التورسي ستكون حكومة رئيس الجمهورية نعم قطعا الاختلاف في ذلك هي حكومة رئيس الجمهورية فقط أضيف نقطة فيما يتعلق بحركة النهضة حركة النهضة قالت أنها سوف تمنح على الأقل 25 صوت للحكومة لكي تحتفظ بمكانها في المعارضة وهو كلام لا معنى له على اعتبار أن الجميع تقريبا في المعارضة ولكن في حقيقة الأمر حركة النهضة تمني نفسها بإعادة سيناريو يوسف الشهد يوسف الشهد الذي أتى به الباشر قايد السبسي رحمه الله إلى رئاسة الحكومة ومن ثم انقلب على رئيس الحكومة وأصبح في حضيرة حركة النهضة الآن الحركة تمني نفسه بإعادة هذا السيناريو وجرد شاب المشيشي إلى حضيرة حركة النهضة مستقبلا أستاذة فاطمة ذكرت أنه لا يسا تم تخرج عن سطر واحد من الدستور التونسي لكن إذا ما ظهر هذه الحكومة حكومة كفاءة حكومة غير حسبية لا يمثل ذلك خروجا عن الديمقراطية وهي التي تعني حكم الأحزاب وحكم المجالس المنتخبة هو منطوق الدستور كما كان يتحدث الأستاذ يحياوي منطوق الدستور يطبقه الرئيس لم يقل هنا أن تشكيل الحكومة الشخصية الأقدر يجب أن تكون حزبية لذلك قلت منذ البداية أن غياب المحكمة الدستورية هو غيب التأويل أيضا وغيب قراءات في كثير من مفاصل الدستور إذن بأتقادي أن الأحزاب السياسية وعلى رأسها حركة النهضة أهدت الرئيس قيس سعيد شيئا على طبق من ذهب لأنهم لم يستسرعوا ولم يستحثوا تشكيل أو بعث المحكمة الدستورية وأنتم تعرفون أن في دولة قانون ومؤسسات وفي دولة ديمقراطية الجانب الرقابي له قيمة كبيرة جدا وهو مفصلي إذن نحن الآن ما زلنا في تبعات الدستور وما زلنا حتى الهيئات الدستورية لم تنتخب بعد ولم تتشكل بعد إذن الكرة الآن كما قلت أو الملعب الآن بيد رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية بوصفه أستاذا في القانون الدستوري وكانت له وجهة نظر أتذكر أنني قمت بعدة لقاءات معه كان ضد قانون الانتخابي من حيث القائمات 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 الحزبية لأن الناس في الجهات إلى آخر يقول لك أنهم لا يعرفون يعرفون الحزب إذن سطوة الحزب تفوق تفوق انبهارهم بالشخص وإضاءة الشخص من حوله إذن يجب أن تكون اسمية على الأسماء لأن الناس تعرف الناس وكذلك كان ضد النظام السياسي لأنه فعلا النظام السياسي سيدي جرب فلم يصح منذ كان فيه بردان أخرى ولا أريد أن أذكر أكثر من العراق وبعض البردان الأخرى إذن هذا نظام شبه شبه له معناها رئاسي ولاه أيضا برلماني إذن هذا النظام الهجين هو الذي أعطى مثل هذه الثغرات ومكن منها رئيس الجمهورية باعتقادي أن الحكومة ستمر أولا ستمر شعبيا هذا ثابت لأنها أصبحت بالنصف من 42 إلى 23 أو 22 أو 22 على كل حال والأقطاب الوزرية التي ذكرتها سيادتك منذ قبل وكذلك هذه حكومة كفاءات لأن الأحزاب لم يرذلها أحد هي رذلت نفسها بنفسها نحن المدولات في مجلس النواب تمرر مباشرة على القناة الوطنية القناة العمومية إذن الشعب الكريم يشهد كل شيء كل شيء أفضل ويرى كل هذه الصراعات ويرى أيضا أن آماله تفتتت بين هذه الكتل إذن لذلك اقتنص الفرصة أعتقد الرئيس بالاتجاه أستاذ فاطمه كررائي رئيس تحريص صحيفة الشروق التونسية أشكرك وأشكر الأستاذ بالحسن اليحياوي الكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لكما ترجمة نانسي قنقر